بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله رح اتكلم عن افضل ثلاث تطبيقات لتدريب وتنشيط الدماغ التي تعتمد على العاب التركيز والعاب سرعة البديهة وايضا العاب الذاكرة ويلا نبلش في التطبيقات التطبيق الاول هو تطبيق لموساتي هذا التطبيق من اشهر تطبيقات تدريب وتنشيط الدماغ تم تحميله اكثر من عشرة مليون مرة على جوجل بلاي هذا التطبيق بيحتوي على الغاز وايضا على العاب التركيز والعاب سرعة البديهة والالعاب المنطقية وغيرها واول ما تفتح التطبيق رح يجري لك اختبار وايضا رح تختار المهارات يلي حاب تركز عليها مثل مهارات الذاكرة وسرعة التركيز تنشيط الدماغ والى اخره من المهارة اول ما نفتح التطبيق رح نروح مباشرة على let get started او ثم next وثم get started طبعا رح تختار المهارات يلي حاب تطورها مثل المموري او الاتنشن او فليكسبليتي والاخره من المهارات مثال على ذلك المموري مثلا والسبيد والبروبليم سولفينج او ثم next وايضا رح تسجل في البرنامج من خلال الفيسبوك او من خلال جوجل او من خلال الايميل في البداية رح يعطيك test او fit test هذا التست رح يعطيك ويختبر المهارات يلي عندك ويعطيك البرنامج اليومي المناسب نضغط على next او ثم next او ثم next مثال على ذلك رح يعطيك ال speed match ال speed match عبارة عن المقدرة في سرعة تحليل البيانات نضغط على start بحكي لك انه رح تتذكر sample او الاشكال الموجودة عندك وفي حال انك تذكرتها رح تضغط على yes اذا كانت مشابهة للشكل السابق بدنهايه رح يعطيك قديش انت حصلت على point ونقاط بعدها رح تفوت على الاختبارات الثانية مثل attention وإلى آخر من الاختبارات وطبعا رح يزيد تركيزك وسرعة تحليل البيانات وأيضا رح يزيد الذاكرة وإلى آخره من المهارات المكتسبة من خلال البرنامج طبعا ممكنك تروع ال games وتختار ال games يلي حاب تختبرها مثل memory speed match train of thought والآخره من الاختبارات الموجودة خلال البرنامج وأيضا من خلال statistics بإمكانك تشوف الإحصائيات الموجودة خلال الاختبارات اللي اختبرتها التطبيق الثاني معنا لليوم هو تطبيق بيك تطبيق بيك أيضا من التطبيقات المشهورة والأكثر تقييما على جوجل بلاي وأيضا في عدة ألعاب أو ما يقارب أكثر من أربعين لعبة في تحديد التركيز وأيضا الميموري أو الذاكرة والإبداع وإلى آخره من المهارات والخاصية المميزة في هذا التطبيق هو وجود خاصية الكوتش المدرب يلي رح يساعدك في تطوير مهاراتك وأيضا اختيار التست أو الاختبار المناسب إليك منقوم بفتح تطبيق بيك بعدها رح تضغط على Get Started ورح يعطيك عدة أسئلة منها هل حاب أنك تمرن المموري أو الذاكرة اللي عندك فبتختار No أو Yes ونفس الإشي إذا حاب تمرن أيضا اللغة القدرات اللغوية عندك والProblem Solving وإلى آخر هي من المشكلات والمهارات ممكن تحسنها طبعا في عندك هنا سؤال كيف تعرفت للتطبيق بتختار أذر ورح تسجل من خلال التطبيق من خلال الفيسبوك أو الجوجل أو الإيميل ومن ثم رح تسجل الاسم والعمر والميل أو في ميل مقصود في الجنس والإديوكيشن تضغط على Submit طبعا خاصية الكوتش اللي حكيت عنها هي ظاهرة عنها بيعرفك على نفسه وبحكي لك أنا الكوتش ورح أعطيك First Workout المقصود فيه التمرين الأول تضغط على Next ومثم Next تضغط على Start Workout ومن ثم Play هذا الاختبار رح يعطيك عدة كلمات باللغة الإنجليزية أو عدة أحرف الأقصد ومن ثم رح تكون منهم جملة أو كلمة مفيدة طبعا هذا بيختبر قدرتك باللغة الإنجليزية أو أيضا قدراتك اللغوية بإمكانك تختار عدة اختبارات مثال على ذلك Low Pop ومن ثم Play من خلال هذا الاختبار رح ترتب الأرقام تصاعديا من الأخزر إلى أكبر تضغط Play Game ومن ثم بتقوم بالترتيب مثلا ثلاث أربعة خمسة سبعة ثمانية تسعة وإلى آخره من الأرقام ومن ثم رح يعطيك السكوري اللي حصلته التطبيق الثالث هو تطبيق Memorado هذا التطبيق تطبيق أيضا مشهور وعليه تقييمات عالية في Google Play ويلي بيميز هذا التطبيق أنه بيجمع بين تدريب الدماغ والذهن وطبعا شو الفرق بين الدماغ والذهن بإمكانكم تكتبولي تحت في التعليقات إيش الفرق بين الدماغ والذهن هذا التطبيق أيضا بيحتوي على أكثر من 24 لعب أو تدريب للدماغ منها التركيز وصرعة البديهة والذاكرة وإلى آخرين من التدريبات وأيضا بيحتوي على أربع تدريبات للذهن رح تساعدك في النوم تحسين قدرة النوم عندك وأيضا تحسين تخفيف السترس يلي موجود في دماغك أو بحياتك اليومية وأيضا بيحافظ على التوازن الذهني لدماغك خلينا نفتح تطبيق موموريدو ثم رح نضغط على ورح يسألك بيسألك عدة أسئلة عن قدراتك وأيضا إذا كان في عندك مشكلة بالنوم إلى آخره رح تضغط على في رح يخكي لك إنه شو في عندك الوركات والسبيد مات والكلار كونفيوجين ومن ثم رح تضغط على رح نضغط على الدوائر بحيث نخليهم نفس اللون ولكن بأسرع طريقة ممكنة ونفس الأشكال بعدها رح يعطيك تقديرك وأيضا النقاط ومكانك تضغط على ومن ثم تتقل للجيم أو الوركاوت التالي طبعا بمكانك الضغط على ومن ثم اختيار اللعبة أو الوركاوت أو الترينينج المناسب إليك هيك منكون كما لا شرحنا اليوم بتمنى يكون الشرع عجبكم وإذا عجبكم ادعمونا بلايك وأيضا اشتراك في القناة وشير للفيديو وعطونا أراكم في التعليقات ونشوفكم إن شاء الله في الشرحات القادمة وأيضا إذا عندكم أي اقتراح ياريت تكتبوا لي في التعليقات أو أي فكرة لفيديوهات قادمة إن شاء الله ونشوفكم في الشرحات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته